الى متى سيظل الرئيس هادي يخرج ويعود الى الرياض بدلا من صنعاء هل استرحى الفاعلون الاقليميون والدوليون تجاه الملف اليمني بالرغم من فداحة الوضع على الارض اهلا بكم يخرج الرئيس هادي من الرياض ويعود اليها وكذلك يفعل وزراءه ومستشاروه وجميع قادة الاحزاب وكان الرياض وليس عدن هي من اصبحت العاصمة المؤقتة لليمنيين اكثر من خمس سنوات يقضيها قادة الشرعية خارج البلاد دفعت بالوضع الى الاسوأ فبعد خسارة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية خسرت الحكومة لاحقا عدن والمحافظات المجاورة كذلك او هكذا يقول مراقبون دولة التحالف السعودية والامارات والفاعلون الدوليون في الملف اليمني يعيشون ايضا مرحلة السرخاء غير مفهومة بحسب متابعين رغم وصول الوضع الانساني الى مسويات خطيرة والوضع السياسي والامني الى مرحلة كارثية اقليميا ودوليا هل لازال بالامكان اصلاح منظومة ما تعرف بالشرعية والسعادة زمام المبادرة لمعركة السعادة الدولة؟ أم أن الرئيس هادي والنخبة السياسية الحاكمة جزء من المشكلة لا من الحل؟ بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الامريكية عاد الرئيس هادي الى الرياض المدينة التي غادر منها ويعيش فيها معزولا او عازلا نفسه عن شأن البلاد التي يرأسها دون ان يعطيها من التزامات الرئاسة ما يتناسب مع حال بلاد تعصف بها الحرب منذ قرابة ست سنوات تكبر جغرافيا سلطة ميليشيا الحوثي كل يوم فيما يعكف هادي ورجاله في الرياض على حل خلافاتهم حول نصيب كل منهم في التشكيلة الحكومية القادمة حكومة يعتزمون تشكيلها برعاية الرياض ويختلفون على حصصهم فيها فيما تتآكل رقعة البلاد من أيديهم لتغدو نهبا لمشاريع متناهية الصغر كلها تمول وتدار من الخارج وتزداد أوضاع البلاد سوءا على المستوى الاقتصادي وتحدق المزيد من المخاطر بالمحافظات المحررة التي يهاجمها الحوثيون بغرفة عمليات موحدة تقابلها غرف متعددة تعمل ضد بعضها خمس سنوات من العيش في الرياض تزامنت مع انهيار غير مسبوق لمؤسسات الدولة التي عمل الحوثيون والتحالف معا على تقويضها وإفراغها من محتواها بتواطئ من المبعوث الأممي الذي يرى البعض أنه تحول إلى مكتب فني لميليشي الحوثي بعد أن سخر موارد الأمم المتحدة لتقديم الخدمات اللوجستية لهم والعمل كجبهة دفاع متقدم لمصلحة الميليشيا وفيما تدخل الحرب عامها سادس تبدو الشرعية وكأنها قد نسيت مهمتها وأصبحت مجرد هيكل لمشاريع شخصية وأخرى تديرها أطراف خارجية لمصلحتها ووحده الشعب في الداخل بلا حيلة في مواجهة مشاريع الموت والتقسيم أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الستوديو الدبلوماسيا السابق لأستاذ مصطفى النعمان أهلا بك سعادة السفير سعادة الخير سعادة السفير في كل مرة يسافر رئيس هذه إلى ويعود يعني يسافر بجولة خارجية ويعود لكن يعود إلى الرياض وكأنها باتت عاصمة البلاد إذا ما انطلقنا بهذا المنطلق أو من هذا المنطلق لتقييم أداء الشرعية كيف ترى أداء الشرعية اليوم؟ هو لم يتغير من 2015 والسؤال أو موضوع الحلقة عن الحول أو هذا السؤال بالذات عدم عودة الرئيس هذه إلى عدن على الأقل هذا هو العنوان الذي يقول لنا أن هذه الشرعية غير قادرة على أداء مسؤولية لا الأخلاقية ولا الوطنية فمن غير المعقول وتحت أي مبرر أن يقال أن الرئيس هذه غير قادرة على العودة إلى عدن غادر على العودة إلى شبوة يستطيع أن يعود إلى المهرة يستطيع أن يعود إلى حضر موت هذه كلها مبررات لأن هذه الشرعية استرخت ولم تعد قادرة على أداء وظائفها المناطة بها أخلاقيا ووطنيا وبالتالي عودته إلى الرياض هي التي تعطينا الرد الشافي والكافي لأداء هذه الشرعية خذ على سبيل المثال أعضاء مجلس النواب في المحافظات التي يقال أنها المحررة لماذا لا يعودون؟ إذا قلنا أن الرئيس هادي باعتبار رئيس دولة هناك أعباء أمنية وأعباء لوجسية تمنع عودته ما الذي يمنع أعضاء مجلس النواب من العودة إلى دوائرهم الانتخابية في المناطق المحررة فهذا هو المشهد الذي نراه لهذه الشرعية بكل مكوناتها في الخارج هذا يعطينا الدليل ويعطينا الإجابة على أن هذه الشرعية وأكرر غير قادرة على القيام بأعبائها ومسؤولياتها طيب هل من خلال طرحك أفهم أن تقيم أن عدن باتت خارج إدارة الشرعية أو خارج سيطرة الشرعية على الرغم من أن قبل أيام يتحدث أو هناك خبر عن المجلس الانتقالي أن الرئيس المجلس الانتقالي يهاتف الرئيس عبد الربو منصور هادي يعني في دلالة ضمنية على الاعتراف بشرعيته المجلس الانتقالي هو أحد تناقضاته هذه أنه كان يعترف بشرعية الرئيس هادي ويقولها في كل أدبيات أنه يعترف بشرعية الرئيس هادي ولكنه لا يعترف بالشرعية التي يرأسها الرئيس هادي يعني هو يعترف بشخصه ولا يعترف بالكيان الذي يقف على رأسه الرئيس هادي عدم عودته إلى عدن قد يكون في جزئية منه أنه المجلس الانتقالي في السابق كان لا يريد الرئيس هادي أن يعود معه بقية أفراد الحكومة وخاصة الذين يقال أنهم مرتبطون بحزب الإصلاح بالذات اليوم ما هو المبرر لعدم عودته وكان أكرم لليمن وأشرف لليمن ولكرامتها وسيادتها أن تكون هذه المفاوضات وهذه المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة وحول بقية التفاصيل أن تدار من عدن أن تدار من المهرة أن تدار من شبوة تدار من داخل اليمن أما أن يكون الكل مستضاف يعني كان الرئيس هادي نعرف أنه مستضاف هناك ونائب الرئيس مستضاف ورئيس الحكومة مستضاف الآن أصبحت كل مكونات الشرعية مستضافة في الرياض لكن بالمقابل هناك تحركات على الأرض خلال الفترة الماضية كان هناك خروج لمظاهرات تدعم الرئيس هادي تقول أن هناك في الجنوب منهم ليسوا مؤيدين للمجلس الانتقالي يتحدث بالتحديد عن الاتلاف الوطني الجنوبي مثلاً كمثال كيف تتابع هذه؟ أرى المظاهرات ونحن نعرف كيف تخرج هذه المظاهرات في جزء من الناس ليسوا مع المجلس الانتقالي وهذا معروف المجلس الانتقالي لا يمثل الجنوب بأكمله قد يمثل شريحة لا نعرف حجمها لكنه لا يمثل الجنوب وبالتالي هناك فئات داخل المجتمع في الجنوب لا ترى في المجلس الانتقالي مثلاً لها وما زالت مرتبطة بالرئيس هادي وهو جنوبي أيضاً وبالتالي أنا لا أرى فيها شيء استثنائي غير أنها تدل أن ليس في الجنوب من يمكن أن يزعم أنه يمثل الجنوب لا المجلس الانتقالي ولا لإتلاف الوطني الجنوبي يستطيع أن يدعي أحد منهما أنه يمثل هذا المواطن الجنوب عودة إلى الشرعية أستاذ مصطفى في سياق الحديث عنها وعن تقييم أدائها يعني إذا ما تينا إلى تحديد مكامل الخلل ما هي أبرز خمس نقاط في أداء الشرعية إذا ما تحسنت لأنه أيضاً هناك أحزاب سياسية هناك أيضاً الناس ربما طريقة تعامل الناس مع الحرب وتطبيعهم مع هذه الحياة يعني العوامل الكثيرة فما هي أبرز خمس نقاط لنقول إذا ما تحسنت في أداء الشرعية يمكن أن نتحدث عن تطور أو أمل لليمنيين لا يمكن الحديث عن أداء أفضل ما لم تكن هذه الشرعية بكافة مكوناتها وعلى رأسهم الرئيس هذه داخل اليمن أنا أقول لك خذ على سبيل المثال عندما تشكل مجلس وزراء يشكل من وزارات متعددة والوزراء كلهم مقيمون في الخارج وعندهم مكاتف في الخارج كيف أستطيع أن أدير هذه المزارة أديرها من الرياض بالوصف يعني هل يعقل أنه من بدء الكورونا بدء هذا الوباء الذي اكتاح العالم كله أن وزير الصحة اليمني لم يعود إلى اليمن يوماً واحداً على الأقل ليعيش مع الناس فأي أداء أنا أتوقع من هذه الحكومة أو من هذه الشرعية يعني المسألة فيها سخرية بالناس سخرية بعقولهم سخرية بمفاهيمهم لإدارة الدولة نتحدث عن خمس نقاط أول نقطة من ضعف الشرعية عادة موجودها على الأرض هل هي تدير المعركة من الأرض لا تديرها من الأرض هل الشرعية هذه لكن هل يفترض أن تكون في الأرض يعني ألا يكفي وجود العسكريين على الأرض لأن هناك مخاوف أمنية ألا يكفي وجود العسكريين على الأرض الخيادات الأمنية والعسكرية لتأمين للمواجهة في الجبهات ثم عودت من يمكنه عدن ليس فيها جبهة قتال المهرة ليس فيها جبهة قتال شبوة ليس فيها جبهة قتال حضر موت ليست جبهة قتال القتال هو في مارد أو في البيضة هل هناك قتال في عدن؟ هل هناك مواجهات بين أطراف غير مرتبطة بالشرعية أو تدعي أنها مرتبطة بالشرعية؟ ما فيه هناك مواجهات مناوشات عسكرية؟ ومن الذي سيحل هذه المناوشات؟ إذا كان رئيس الدولة غير موجود ورئيس الحكومة غير موجود ووزير الدفاع غير موجود ووزير الداخلية غير موجود هل هذا سيحل مدير أمن في كريتر أو مدير أمن في المعلّة أو مدير أمن في خرمكسر؟ هذا هو السؤال يعني أين وزير الداخلية منذ أشهر؟ أين هو؟ غائب أين وزير الدفاع؟ هو يشغل في جبهة واحدة اللي هي جبهة مأرب وبالتالي أي ادعاء من جانب هذه الشرعية أن المخاوف الأمنية هي التي تمنحها من العودة هذه مسألة تثير العجب من الذي سيعيد الأمن إلى اليمن؟ هل المواطنين هم المعنيون بهذا الأمر يرتبوا أوضاع الآمن وأوضاع الخدمات ثم تعود الشرعية؟ أم هو مفروض من هذه الحكومة بكل وزارائها أن يعودوا لكي يسهلوا حياة المواطنين؟ من هو المسؤول؟ يعني إذا كانت الشرعية تريد المواطن أن يقوم بمسؤولياتها يعني هذه مسألة أصبحت مثيرة للضحك يعني طب ماذا يعملون؟ طيب يعني الآن إذا ما جاءت قيادة جديدة أستاذ مصطفى هل ستعود على الأرض؟ هي قادرة على العودة للأرض؟ أي قيادة جديدة؟ للحكومة إذا ما كانت الحكومة جاءت بتشكيل وزاري جديد الآن وهناك مشاورات تجري بخصوص التعيينات هل يمكن أن تعود على الأرض؟ هل يمكن أن يأتي بالمصطلح العامي راس يعني ليعود على الأرض في ظل تهديدات أمنية كثيرة؟ التهديدات الأعود مرة أخرى التهديدات الأمنية لا تعاليها إلا حكومة موجودة على الأرض أما هذا ما يدور الآن في الرياضة حول تشكيل الحكومة أين هو وجه الصعوبة في تشكيل الحكومة الآن؟ هي توزيع المناصب وليس هناك خلاف حول المفهوم السياسي أو حول ما هو المشروع السياسي هناك خلاف يدور من 5 نوفمبر 2019 إلى اليوم حول توزيع المناصب لا أكثر ولا أقل وستوزع المناصب وقد تعود الحكومة وربما تعود ما ليست هذه الإشكالية؟ الإشكالية أنك تعيد إنتاج إنتاج نفس الكارثة ونفس المنتج الذي أوصلنا إلى هذا اليوم يعني ما الذي تغير من 2015؟ ما هي الوجوه التي تغيرت من 2015؟ اليوم في الرياضة كل ما يدور كم سيحصل الحزب الناصري أو كم سيحصل الشراكي؟ ما هي الوزارات التي سيحصل عليها هذا الطرف أو ذاك؟ هذه هي القصة كلها ثم تأتي بعدين قصة العودة إلى عدن أنا لا أراها أنها مشكلة لأنه لو كان في نية وأكرر هذا للمرة الألف كانوا يستطيعون أن يعودون إلى محافظة أخرى ما الذي يمنعهم من العودة إلى المهر الآن؟ استرخوا في الرياض يقيمون في أفخم فنادق الأرض في فندق الريتس الشهير فما العجل؟ يعني من الممكن أن يبنى مثل هكذا فندق في أماكن أخرى ليست من الصعوبة على فكرة هذا الكلام أنا قلت للمسؤولين السعودين في 2015 بعد بدء الحرب بعد بدء الحرب ثلاثة أشهر قلت للمسؤولين السعودين أن السمرار هذه المجموعة داخل الرياض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية وأن عليهم أن يبنوا لهم مخيما على أحد الطراز في أي مدينة يمنية في شرورة، في مارب، في المهرة في المناطق التي خرجت منها الحوثيون الحوثيون خرجوا من الجنوب في يوليو 2015 ولم يعود لهم أي ويود في 2015 قبل خمس سنوات وشهر ولم تعود الحكومة كانت تعود لفترات قصيرة ثم تخرج يعني هل معقول هل يعقل السادة الكريم؟ كيف كانت ردة الفعل السعودية؟ أنه سنرى هناك بط في القرارة أليس من مصلحة السعودية بقاء الوضع؟ لنأتي الآن إلى الفاعلين في الملف اليمني نخرج قليلا من الفاعلين المحليين لننتقل إلى الفاعلين الإقليميين هل من مصلحة السعودية ودول التحالف بقاء الحكومة الشرعية بهذا الشكل في الرياض؟ أم من مصلحتهم عودتها إلى المحلي؟ أولا نسمي الأسماء بمسميات لم يعد هناك شيء اسم تحالف هناك شيء اسم المملكة العربية السعودية والإمارات؟ الإمارات قالت أنها انسحبت على الأقل رسميا هذا ما سمعناه سحبت قوات سحبت قواتها لكنها لم تخرج من التحالف لم يعلن عن حل التحالف أنا قص بالتحالف الذي هو موجود على الأرض والذي هو يمارس سلطة على الأرض يعني الآن كل ما يدور يدور في الرياض لا يدور في أبو ظب وبالتالي المسؤولية كلها انتقلت من قيادة التحالف إلى المملكة العربية السعودية وهناك حديث عن تواجدات ليس بالضرور أن يكون تواجدا عسكريا فقط يعني تواجدات أمنية تواجدات استخباراتية عبر مثلا مرضمات أو مشابهة هذه الحكومة اليمنية الشرعية هي التي تحدد هذا الأمر لكن أنا أقولي عن رد على سؤالك حول عدم عودتهم في تلك الفترة المسؤولين السعوديين كلهم كان هذه هي رغبتهم على الأقل من تحدثت إليهم في ذلك الوقت في 2015 كانت رغبتهم هي هذه المشكلة أنه في الجانب اليمني الذي لم يكن مقتنعا بهذه الفكرة بعد أن عاش فترات في فنادق فخمة مع أسرهم أصبح من الصعب عليهم أن يعودوا لعيشوا مع المواطنين في الداخل لكن أعود إلى النقطة سيد النعمان سعد السفير من جديد كتقييمك للوضع بشكل عام أيضا للملف بداخل السعودية لأن هناك حديث عن قوى مختلفة بداخل السعودية ذاتها من مصلحة السعودية والأوجه الموجودة في السعودية في النظام الحكم الآن بقاء الوضع في اليمن على ما هو عليه بقاء الشرعية في اليمن أو في الرياض أم عودتها يقينا عودتها يقينا هذا ليس كلام يطلق على عواهني هذا كلام معروف ومسموه المملكة العربية السعودية أصبحت ترى في هذه الشرعية عبئا عليها ولولا حاجتها لهذه الشرعية لما بقيت يوما واحدا المشكلة الشرعية الآن أنها مثل ما يقولون عندنا عضو في حنجرة لا تستطيع أن تبتلع ولا تستطيع أن ترمي إلى الخارج هذه مشكلة الشرعية مع المملكة العربية السعودية عبء مادي عبء أخلاقي أين ناحية عباء مادية؟ عباء مادية الصرفية ما ينفق عليه مادية ليست نفقات لكنها بالمقابل يعني الحكومة تتحدث عن عرقلة للكثير من الموارد النفطية يعني سواء غاز أو نفط لا تسمح دول التحالف على كثير من التسريبات والتقارير الإخبارية لا تسمح يعني تقول لا يسمح التحالف بتصديرها إلى الخارج وأن الحكومة تعتمد على ذاتها أولا ما يقال عن إنتاج نفط وطبعا شيء شحيح وأولا سألت هذا الكلام لرئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد قبل أكثر من عام ما ينتج من النفط لا يكفي شيء لا يكفي حتى المرتبات وبالتالي يعني هناك تضخيم لقصة الموارد اليمنية أنا لا أقول أنها كلها مستخدمة أو كلها متاحة للجانب اليمني لكن هذه أيضا ليس مرتبطة فقط بالتحالف هذه مرتبطة بمشاكل داخلية كانت حاصلة في شبوة كانت حاصلة في ميناء عدن كانت حاصلة في مارب يعني ليست فقط التحالف هناك أيضا خلل الشرعية في التعامل مع هذه المسألة هذه واحدة الشيء الثاني أنا لم أسمع مسؤولا يمنيا رسميا يتحدث عن هذا الكلام أنا لا أقول أنه غير صحيح شامت لكن عندما لا يجرؤ مسؤول يمني على أن يقول هذا الكلام علنا ويسربه عبد هذا كمان مسألة فيها يعني هل يخشى أن يقول هذا الكلام أنا لم أسمعه من مسؤول يمني رسمي وهذا على فكرة نقطة ضعف شديدة أن كل المسؤولين اليمنيين كل ما يقال من خلافات مع التحالف مع الإمارات أو مع السعودية أو عن قطر أو عن غيرها كله عن طريق يكون تسريبات تسريبات لماذا لا يقرأ هذا المسؤول أن يخرج علنا ويتحدث عن هذه المشكلة بتفاصيله يقول والله هذه المشكلة حدثت في اليوم الفلاني وانتهت بهذه النتيجة ما أحد يتكلم منهم ولهذا بس أعود المملكة ربما عبد العزيز جباري تحدث عبد العزيز جباري ودفع الثمن فعبد العزيز جباري عاد تقريبا إلى شبه قبل فترة إلى أخسافر كان في القاهرة قبل فترة حتى خرج من الاجتماعات المستشارين وخرج لأنه كان له موقف جري سواء تتفق معه أو تختلف معه على الأقل قال موقفا واحترم نفسه واحترم اليمين الدسوري الذي أدى أن يحترم الدسور واحترم القوانين واحترم سيادة البلاد هذا الرجل يجب أن يحترم حتى لو لم أتفق معه في كل ما يطرحه لكن على قر رجل يجب أن يحترم موقفا اتخذ موقف واحترم نفسه في النهاية لم يتراجع عنه مقابل وعد بوظيفة أو وعد بمنصب يعني هذه مسألة تحسب له هي ربما أيضا ظاهرة تستحق التحليل هناك كثيرون من خرجوا للإعلام يعني هناك لا أقول كثيرون بالأصح هناك من خرج إلى الإعلام وتحدث بندغر تحدث صحيح أنه أحيل للتحقيق بعد ذلك أيضا الجبواني تحدث وإن حصل والميسري أيضا الميسري ربما هو الوحيد الذي بقي على مسافة يعني هناك مسافة أو تواجد لا زل في السلطة وأيضا جباري السؤال يقول ما الذي يمكن أن يعزز هذا التوجه لدى الشخصيات أو رجال الدولة في اليمن حاليا لكي يأخذوا موقفا وطنيا يحترموا كما تفضلت يمينهم الدستورية تعرف الموقف الوطني سيحسب لهم إذا استطاعوا أن يواجهوا الرئيس هادي في الجلسات النادرة التي يلتقي بها معه هم لا يواجهوا ولا يتحدثون معه هم عندما يدخل عند الرئيس هادي قد يقول واحد فكرة أو رأي أو لكن لا أحد منهم لا أحد منهم يتخذ موقف ثم ينسحب لا هو يتخذ موقف معارض لكل المشهد الدائر اليوم ومع ذلك يريد أن يستمر فيه كيف كيف أخلاقيا تنسجم هذه القضية أن أكون أنا معارضا لكل ما يدور لكل السياسات التي تمارس ولكل الضغوطات التي تمارس على الشرعية يعني أن تقول أنه لا يقدمون حلولا فقط يحاولون أخذ يعني تأييد إعلامي أو مصالح أو ربما تكون هذه المواقف أساسا مطلوبة من جهما يخشون على مصالحهم هم يعلمون ذلك لا أحد منهم يعني أنا أقول لك مثال الدكتور أحمد عبيد بن دغر وقيل من منصبه بديباجة لم يشهدها التاريخ من قبل ووحيل للتحقيق صح؟ صحيح ثم عاد استشارا لرئيس الجمهورية صحيح هل حقيق معه هل برئة هل والله تم تحقيق واتضح أن أحمد عبيد بن دغر هذا ليست عليه اتهامات هذا دليل خفة دليل خفة في اتخاذ القرار قرار بهذا الحج ففي اتخاذ القرار أم في التعامل مع الرأي العام لا لا الرأي العام هذا هم مجنبين ولا يهتمون به هذه مسألة الشرعية لا تهتم بها الناس تتحدث وتبكي وتتألم وتكتب وتصرخ والكل يقول هذا والشرعية ليس عندها هي يعني تمارس سياسة قل ما تشاء وسأفعل ما أشاء هذه هي سياستهم ولم يتغير شيء أنا أقول بس على مثال أحمد بن دغر يعني أقيل وأحيل للتحقيق وبعد فجأة وبعد فترة نفاجأ به مستشارا لرئيس الجمهورية كيف تنسجم هذه القصة يعني ولهذا نقول الخفة في التعامل مع القرارات الجمهورية مع الرأي العام مثل ما تفضلت الذي لا يهتمون به مع قيمة الدولة نفسها هذه مسألة خطيرة جدا أن تنسح بالدولة لتصبح مكايدات وأنا أستطيع أن يمارس الرئيس سلطاته بأن يقيل ثم يعيد ثم يقيل ثم يعين يعني هذه مسألة فيها نوع من العبثية أنا أعطيك يا أخي مثال يشهدوا اليمين قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن الذي يقود ما يقال أنه عنده 250 ألف يندي على الكشف الحسن للمرتبات ووقف مع المجلس الانتقالي علنا وحضر اجتماعات المجلس الانتقالي لماذا لم يقل حتى اليوم ماذا دليل الطريقة التي تتعامل بها الشرعية مع القضايا ما المؤشرات لديك يعني أقصد ما هي الأسباب التي يمكن مسألة 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 لا أكثر ولا أقل يعني هذه الدولة من 2015 دار بالمزاق وبالرغبات الشخصية طيب هناك نقطة رئيسية ربما هنا ما هو موقف الرئيس هذا من الأداء الإماراتي داخل الإيمان أنا لم أسمع منه الشيء هل سمعنا من الرئيس هادئا قال شيئا هو لا يتحدث كثيرا لكن من خلال وشرة والتسجيلات لا 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 هو لا يتحدث أبدا مش لا يتحدث كثيرا هو لا يتحدث حبما آخر لقاء صحفي كان مع جميع يعني مرة في السنة والشيء لكن أنا أقصد أن من المناط به الحديث عن العلاقات الخارجية وزير الخارجية تحدث عن العلاقات مع الإمارات واعترض عليها وانتقد الإمارات وانتقد قطر هذا حصل طيب رئيس الدولة هل سمعنا منه قد يقال أن وزير الخارجية يعبر عن رأي رئيس الدولة في هذا هل سحب السفير اليمني من الإمارات مثلا كنوع من الاحتجاج يعني أنا لو أنا وزير خارجية وقلت كل ذاك الكلام في حق دولة الإمارات كان أول قرار أن أصحاب السفير على الأقل لكن قلت لك في خفة في معالجة الأمور في مقاربتها في اتخاذ القرار كلها مسألة مزاجية عندما يكون رئيس الدولة في هذه في الوضع الذي تمر به اليمن اليوم ولم يعقد اجتماع لمجلس الدفاع حتى اليوم لم يعقد اجتماع استثناء للمستشارين عدى ذاك الاجتماع الذي حضره وألقى فيه كلمة ثم غادر هل يعقد أن تدار الدولة بهذه الطريقة؟ هذا وهم كلهم موجودين على فكرة في مربع واحد في الرياضي يعني المسألة لا تحتاج لها نقليات ولا سفريات فكيف تريد الناس أن تقتنع أن هذه الشرعية ممكن أن تؤدي وظيفتها التي تدعي أنها كلفت بها كيف؟ هذه هي مشكلة الشرعية أنها تتعامل مع الأمر كمكسب شخصي كوظيفة عامة تكسب منها تعينات للأقارب سفارات تمنح للأصحاب والأصدقاء وزارات وقلاء وزارة بلا حساب هل هذه الشرعية التي تستسعيد دولة؟ طيب الأحزاب هنا ما موقعها ما مسؤوليتها في مثل هكذا وضع لأنه أيضا نحن في حرب من الصعب أن نتحدث عن دور مدني كبير كلهم يبحثون عن وظيفة عن ماذا يصنعون في الرياض مستشارو رئيس الجمهورية ممثلو الأحزاب ومناعمهم الأحزاب اليمنية كلهم في الرياض ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ وإحنا عارفين الجواب عندي أنهم لا يعملون شيئا وأثبت لك هذه المسألة غادر الرئيس هادق بثلاثة أشهر وكان قد مر على قرار تكليف رئيس الحكومة ما يقارب الأسبوع هذا الشهر الذي كان من المفترض أن يتم فيه تشكيل الحكومة كان مفترض أن يتم قبل يومين يعني الثلاثين يوم وعلى بكرة هذه الثلاثين يوم هي الثلاثين يوم الثالثة يعني تمت في خمسة نوفمبر ثلاثين يوم ثم بعدها ثلاثين بعد اتفاق تنفيذ اتفاق رياض نمررها مثل ما يقوله بالمثل العادل نبلعها طيب المستشارون ماذا كانوا يعملون في الرياض خلال غياب الرئيس هادي وانا سألت أحدهم على فكرة انه لماذا توقفت المشاورات قالوا والله توقفت لأن الرئيس هادي غير موجود طيب اذا كان هو الذي سيحل المشكلة فماذا تصنعون انتم في الرياض يعني ما هو سبب تواجدكم في الرياض الا اذا كان مجرد مثل الكمبارس ليقال انهم قد عينوا وشكلوا وكلفوا وكلهم على فكرة ومنعمهم الأحزاب كلهم يبحثون الآن عن من يمثلهم في الحكومة القادمة وهم وبعض عنده منصب واحد وزير لأنه حزب صغير والبعض عنده ثلاثة مقاعد فتخيل انت حجم الصراع داخل هذه الأحزاب على هذه المناصب الصراع على المناصب وليس هناك اي برنامج انا امنحها لمستقل شريطة ان يكون كفئة وقادرة على اداء مهمته انا اتحدى اي حزب من هذه الأحزاب ان يقول هذا الكلام يعني هو كيف سيتعامل مع القواعد اي قواعد ما انا عارفينهم ما عارفين البير وغطاء اي قواعد في بعضهم عندهم ليس عندهم قواعد اصلا عندهم موقف الانترنت وعندهم وجوه قديمة ونحنا عارفين المسألة ليست سرا الأحزاب الحقيقية نعرفها والأحزاب الهامشية نعرفها والأحزاب التي ليس لها أعضان نعرفها يعني ليس هناك شيء اسم قواعد ما اي قواعد لكن هذا كله يعني غياب يعني هناك فراغ هو يملأ بشكل أو بآخر وهناك تعطش لدى الناس لأن يظهر من يغطي هذا الفراغ وأن يتعامل بشكل أو بآخر مع هذه المشاكل كلها وأن يكون لديه برنامج هل من خطوات في مثل ذلك يعني لماذا لا يظهر أحد ليطرح مثل هكذا برامج ليدير مثل هكذا إشكالات برأيك شوف أولا التناقضات داخل جسد الشرعية كبيرة بين الأحزاب نفسها ونعطيك أعكسها في تعز يعني عندك وكل الناس ستعرف أن هناك خلافا ونزاعا بين حزب الإصلاح وبين الناصري والاشتراك داخل تعز طيب تخيل أن هذا والحزب الناصري وتواجده الرئيسي في تعز طيب أنا لما أدخل الحكومة وأنا أصلا لم أستطع أن حل مشكلة داخل هذه المحافظة التي تمثل جزء من اليمن ولا تمثل اليمن كلها فكيف سيكون شكل هذه الحكومة ونحن نعرف التناقضات التي داخلها ثم عندما يكون الحزب في هذه المرحلة لو كانت بعد انتخابات ثم حصل ائتلاف حكومي نتيجة الانتخابات وصندوق اقتراء هذه مسألة طبيعية أفهم أن الحزب يريد لها مكافأة وزارة أو وزارتين لكن في حالة حرب أن يتعطل كل هذا المسار لأنهم يتنازعون حول عدد المقاعد واسماء المزارات التي سيأخذونها هل يجوز هذا في حالة حرب في حالة بلد يعيش مياعة يعيش وباء يعيش فقر إهانة في الداخل وإهانة في الخارج سلطة قامعة في صنعاء لا يستطيع أن يتحرك داخل اليمن إلا بصعوبة وبعد كل هذا نحن ننتظر من هذه الأحزاب أن تتكرم على المواطن اليمني وتشكل هذه الحكومة الحوثي يشاهد كل ذلك طبعا أنا لو كنت الحوثي هذا أسعد منظر يبهجني لماذا لا خليهم وينتظر يعني مثل الصراع الديوك والناس تتراهن عليه شي طبيعي يعني أي حوثي أو أي واحد لا يحب اليمن سيسعده هذا المشهد حوثي أو غير حوثي الحوثي الآن أقوى من قبل طبعا أقوى يقينا أقوى أقوى من 2015 الحوثي اليوم الحوثي عنده سلطة في المحافظات التي استولى عليها بعد 21 سبتمبر 2014 عنده سلطة وعنده سلاح أكثر قدرة وأكثر تقدما في التقنية مما كان عليه في 2015 يعني هذه الحرب لم تضعف الحوثي بل العكس وأنا لا أقول هذا سعيدا بل سأقول هذا لأنه دلالة توصيفا بالضبع وهن الشرعية الواقع شرعية غائبة كيف تريد لها أن تحكم كيف تريد للناس أن يحترموها كيف تريد للناس أن يلتفوا حولها يعني حتى الناس اليوم لو أرادوا أن يلتفوا حول هذه الشرعية أين هي من هم مثلوها يعني شيء يصيب الإنسان بالاكتئاب بالإحباط بالحزن هناك حديث عن نماذج جيدة في مأرب مثلا ولكن ماذا صنعوا لمأرب وهي تتعرض لكل هذه الضغوطات وهذه الحرب البشعة عليها والقصف ماذا صنعوا لها لا شيء بيانات يعني الشيخ الربيش العلي الذي قتل أمس والسجهد في أبواب مأرب وسمعنا الإشادات به من كل القيادات الحزبية المقيمة في الخارج كلهم أرسلوا له إشادات لم يعمل أحد منهم مثل ما عمل الشهيد العلي وقال والله هذا الرجل احترم نفسه واحترم القضية التي هو مقتنع بها وسأعود كما عاد لم يفعله لكن ليس يعني هل مطلوب من الكل أن يقوم بذلك طبعا أنت في حالة حرب إذن هو مطلوب مننا أن نعود إلى ذلك من؟ يعني أنا أتحدث إذا ما تحدثنا عن قيادات حزبية يعني هو عضو في مجلس نواب لكنه ليس يعني عسكريا ومع ذلك احترم نفسه لكنه كيمن أنا أتحدث وليس كمسؤول أو ك هو أعظم مجلس نواب في ناة المطاف يعني هو مسؤول وفيه أعظم مجلس نواب أشادوا به وهم مقيمون خارج في الرياض أو في خارج الرياض كلهم أشادوا بشياعته ويسارته وكلهم عددوا مناقبها لكن كلهم غير مستعدين للعودة لماذا؟ طيب بالعودة للحوثي سعادة السفير يعني في سياق الدور والقدرات التي يقوم يعني المقدرات التي يحصل عليها الحوثي يشاهد الوضع في الشرعية لكنه بالمقابل هو الآن كان متحالفا مع علي عبدالله صالح الآن هذا الثقل ما عدا موجودا هل تغير يعني هل استفاد أم لم يستفد كيف هو الوضع؟ طبعا هو استفاد بحيث أصبح هو اللاعب الوحيد مع نفس المقدرات التي كانت موجودة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح هي انتقلت إلى الحوثي وخاصة في صنعاء وشمالها وفي ذمار في تلك المناطق يعني كلما كانت مقدرات علي عبدالله صالح سواء كانت في المؤتمر الشعبي أو الحاضنة القبلية التي كانت معها انتقل ولا أهل الحوثي إلا ما ندر وخرج خارج اليمن لكن في النهاية الحوثي استطاع أن يثبت أنه قادر بالقسوة أن يحكم ذلك تلك المنطقة الناس اليوم يعني أنا أقولها في أكثر من صديق خرجوا من عدن للعلاج في صنعاء صنعاء المحاصرة كيف تفسر هذا يعني هذا المشهد الساخر يعني كيف كيف يخرج المضحك المضحك عدن من خمس سنوات بلا كهرباء كيف يعني ولهذا نرجع ونعود أن غياب هذه الشرعية ينفي عنها مشروعيتها عند الناس ينفي عنها قبول الناس الناس كلها غير راضية عن أدائها غير راضية عما تفعلها غير راضية عن رجالاتها غير راضية عن ممثليها غير راضية عن برامجها إن كان لها برامج هذه هي مشكلتها ولهذا ولهذا أي الحوثي أنا لو أنا محل ويارس في صنعاء وشاهد التلفزيون سأكون في منتاز سعادة المشاهدة هذه الشرعية وأتمنى لها طول العمر حتى لكن في المقابل أستاذ مصطفى يعني في سياق الحديث هناك أيضا من يتحدث على أن الحوثيين يحظون بدلال من المجتمع الدولي التعامل المجتمع الدولي مع مثلا القضايا التي تكون في إطار سلطة الحوثيين تختلف عن تلك التي تكون خارج إطار سلطتهم أيضا مسألة يعني خزان صافر تعامل أيضا المجتمع الدولي مع هذا الملف هل ترى نوعا من التناقض أو نوعا من الإطراء أو المدارة للحوثيين إن صح التعبير لا نأخذها بهذه بهذه الصورة القاسية لا أريد أن أوجيها المجتمع الدولي المجتمع الدولي المجتمع الدولي أولا أنه لم يعد يشهد يرى في اليمن إلا مسألة إنسانية لم تعود مسألة تهمة بشكل كما تهم ليبيا لكن هناك أيضا ناس في مأرب يعني عندما تقصف مأرب لا نسمع هذا التجيش هذا الذي أقصده أن اليمن هذا الذي أقصده أن اليمن ليست في المنظر الدولي ليست كليبيا وكسوريا وكالعراق لأنها دولة إمكاناتها أصلا ومواردها قليلا وبالتالي المجتمع الدولي وأنا أكرر دائما ليس جمعية خيرية هو ينظر لليمن منظر إنساني قصة صافر بالذات أنا لو أتحدث مع مكتب المبعوث مع المبعوث نفسه ومع مساعدي ما هو الذي يستطيعون أن يفعله هل يهاجموا الناقلة مثلا هل يسمحوا لقوات خارجية بالهبوث فوق الناقلة يعني كيف التصرف أنت عندك ناقلة رهينة مرتهنة عند الحوثيين الاقتراب منها قد يفجرها والحوثيون قد يفعلونها يعني ما عندهم مشكلة وقد أعلنها محمد علي الحوثي هم هددوا يعني بي إيه يعني أنه وحتى محمد علي الحوثي أنه يعني الأحياء البحرية هذه ليست أهم من المواطنين هو لا يقدر أن لو حدث خلل لا قدر الله أو تسرب هو سيصيب الأحياء البحرية ثم سيصيب المواطنين لأنه سيغلق الميناء وسيدمر كل ما هو موجود في البحر الأحمر وبالتالي المجتمع الدولي في قصة الصافر ليس أمامه غير أن يضغط على الحوثيين بالطرق التي يستطيع أن يعمل هو أصدر بيان من مجلس الأمن والمبعوث الدولي تحدث عن هذه القضية فما هو المطلوب منهم أنا لست هنا لدافع ولكن هنا لأشرح يعني عند الذين يستطيع توقعون المبعوث الدولي يعني هناك يتحدثون لأنه يعني الآن القوات أو البعثة الموجودة هي بعثة سياسية بعثة الأمم المتحدة ليست في إطار قوات حفظ السلام لا يقول كثيرون لماذا لا تصل إلى هذا المستوى لا حفظ السلام أنا طرحت هذا الطرق على فكرة في 2017 عن المبعوث الدولي في أثناء ستوكهول حتى ومدى 2017 وكان الرد الفوري أن ليس هناك دولة مستعدة أن ترسل قوات حفظ السلام إلى اليمن أولاً الكلفة من سيتحملها الناس معتقدة أن الدول جاهزة لإرسال قوات حفظ السلام أينما طلبت المسألة معقدة يعني كلفتها كبيرة الشيء الثاني أنها يجب كل الأطراف تكون مقتنعة يعني أنا لا أرسل قوات حفظ السلام لمجرد أني أردت إلا في حالات نادرة واليمن ليست منها لكن أني أرسل قوات حفظ السلام من الذي سيرسلها؟ من الذي عنده استعداد أن يرسل خمسة ألف يندي ثم إذا صار شيء من أحد الأطراف وقتل عشر أو عشرين يندي من دولة أوروبية ستكون ثورة في بلدانهم المسألة أكثر تعقيداً من قوات حفظ السلام ليس سهل هذه أنه بس أقرر أنا ثم ترسل قوات حفظ السلام المشكلة أن اليمنين أنفسهم سواء كانوا الحوثيون أو سواء كانت الشرعية الطرفان غير مهتمين بالإنسان اليمني بالمواطن هذه مسألة هي مسألة صراع صار بعيداً عن عن المواطن نفسه عن الاهتمام بالمواطن عن محاولة حماية مصالحه أو تحسين أوضاعه هذه صارت مسألة جانبية يا أخي من نوفمبر إلى اليوم نحن كم تلان في عشرة أشهر اليوم هل يعقد أن الشرعية خلال عشرة أشهر غير قادرة أن تشكل حكومة من 24 شخص أما أنهم غير موجودين هؤلاء الأربعة وعشرين شخص يعني صاروا عملة نادرة وصاروا مسألة يعني كائنات خرافية لا نجدها أو أنه لا أحد مهتم أصلاً لماذا نهتم بالتشكيل طالما أن أمورنا نحن مرتبة ننتظر شهر شهرين سنة سنتين المبعوث الأممي هل حان الوقت لمبعوث أممي جديد فقد غريفث أوراق وحتى لو كان مبعوثي يعني جاي بن عمر وخرج والد الشيخ وخرج وسيأتي وغريفث هو سيخرج يعني هو في نياط المطاب يعني كان هناك تعويض كبيرة على مسألة أنه بريطاني بريطاني وكذا يعني هذا كلها تهويمات كانت علامية كنت استغربها أنه بريطاني وبريطانيا ما سكى الملف وبالتالي ستمر الأمور كما نريد يعني هذا كلها تحليلات مبنية على رغبات لكن غريفث في نياط المطاب أو من جاء بعده لن يستطيع أن يعمل أكثر مما يريد اليمنيون المبعوث الدولي هو أولاً يحقق رغبة الخمسة الكبار في مجلس الأمن ماذا يريدون المبعوث الدولي يأتي بمهمة محددة أن يتوسط أو أن يكون وسيطاً بين الأطراف ويحاول أن يسهل المشاورات بينها لكن لا يستطيع أن يفرض لا على الحوثي ولا أن يفرض على الشرعية وهو طبعاً ممكن يقال أنه لكن من مصلحته في نهاية المطاب تحقيق إن شاء طب إذا أنا لو كنت أنا وأنت مختلفين وعندنا وسيط ونحن مش مستعدين نحن نتنازل لبعض لن ينجيها يعني هذه مسألة هل هو عنده مدافع مثلاً سيدخل ويضرب هذا أو يعاقب الثاني ولازم الناس تعرف شيئاً واحداً أنه في طبيعة الخلافات الدولية الرأي العام الغربي عادة عادة وفي حالات كثيرة دائماً تجده متعاطف مع الطرف الذي يناهض الحكومة مع المتمردين فإذا وصفنا الحوثيين الآن أنهم وهم المتمردون فلهذا نجد هذا الرأي العام أن هؤلاء أقلية وهؤلاء تحت الحصار وهؤلاء يعانون ثم الرأي العام يتأثر بالصور يتأثر بالأداء أداء الشرعية يا أخي مخزي أداءها الإعلامي كارثي قدرة سفاراتها في الحضيض وبالتالي الحوثي مجرد ما تطهر صورة لطفل جائع في صنعه أو مبنى قصفها بخطأ أو عمدان هذا تثير الرأي العام بينما لما المتمرد يقصف الجانب الحكومي في الرأي العام لا يحسبها بنفس الحساب ولا يخذها بنفس الميزة هذه طبيعة تأثير النزاعات داخل الدول أنت لاحظ في كل النزاعات عندما كان فيه نزاع في جنوب السودان كان الرأي العام أغلب كله مع المتمردين في الجنوب دائع يعني هي طبيعة الناس لأن الناس ستدخل بالتفاصيل يعني يعني هو يجراه يشوف مشهد ونذي حكومة وعندها قدرات وعندها دعم وعندها التحالف وفيه صواريخ وفيه قذائف ونحن محاصرون الميناء محاصر والمطار مغلاق لا نستطيع أن نستورد ما نريد هذا يؤثر على الرأي أنا المواطن في أوروبا ما عنده استعداد يدخل في التفاصيل ولماذا تم هذا الشيء طيب هذا يعني هناك مسألة مسؤولية على من هم بالخارج طبعا وتحدثنا كثيرا عن الداخل لم يبقى الكثير من الوقت لنتحدث عن اليمنيين في الخارج ووضع اليمنيين في الخارج أداء السلك الدبلوماسي في الخارج كارثي كارثي لعدة أسباب كارثي أولا لأنك لو شاهد لكن هناك نماذج جيدة نسمعه بالفترة وأخرى لا لا طبعا الاستثناء النادرة لا حكم له وبالتالي في سفارات تقوم بمهامها على قدر جهدها أولا لازم تلاحظ أنه عدد الموظفين في السفارات تضاعف أكثر من أربعة أضعاف ما كان موجود قبل 2014 كأرقام هذا يعطل للعمل ولا يسهله عندما يكون عندك موظفين كثير في لكن اليمنيين كثروا أيضا في الخارج ايه لكن هل تؤدي السفارات لأي خدمة لهم هي كأنا أقول لك هي زاد عدد الموظفين لكن هل يؤدون عملهم هذا مسألة ثانية يعني هناك نماذج سيئة من السفارات ولا يريد الواحد أن يدخل في تفاصيل أو شخصية لكن نماذج كارثية من السفارات تعاملها مع الطلاب تعاملها مع المغتربين ملاحقتها لما يعانيه المواطن اليمني هنا أو هنا لا تتابع قضاياهم أنا سألت أكثر من دبلوماس يمني شاب انتهت مدتهم أو مفروض أنها انتهت أربع سنوات ماذا ستصنعون الآن؟ عندما استدعتم مزارة الخارجية ماذا سيصنع هذا الشاب عندما السدعية؟ هل يستطيع أن يعود إلى صنعاء؟ صعب هل ستستطيع الدولة أن تتكفل به في الخارج إلى أن يحين موعد تعيين من جئ ثاني؟ مش ممكن ثم أن هؤلاء صار لهم عشر أشهر بلا راتب يعني فوق هذا كله عشرة أشهر بلا راتب والسبب في هذا أن عدد الدبلوماسيين الذين هم من خارج الملائك وزارة الخارجية أكثر من عدد الدبلوماسيين الذين هم من داخلها عينوا كلهم تعينات مجاملة أو لأنه ابن فلان أو ابن الوزير الفلاني أو ابن رئيس الهيئة الفلانية هذه مسؤولية من؟ مسؤولية الحضرمية وزير الخارجي؟ طبعا يا مسؤولية أولا إذا لم يستطع أن يحلها يستقيل ما أعملها لأخ خالد اليماني قبله ولأخ خالد اليماني ما نعرفين لش استقال لكن خالد اليماني استقال فقط من أجل هذه التعينات هذا كان الجزء الأهم من استقالته أنه لم يستطع أن يصحح على الأقل كيان مزارة الخارجية الإدارة لم يستطع أنا إذا كنت وزير خارجية ولا أستطيع أن أتحكم بمن أعين ومن أستدعي هذه مشكلة على فكرة قلت لك هذول الشباب عندما تسألهم ماذا ستصنعون كلهم سيطلبون لجوء يعني تخيل أن ترسل دبلوماسي إلى الخارج وهو في ذهنه أنه بعد أن تنتهي مدة سيذهب للعمل سيذهب كلاي عندما تسألوا طيب ماذا ستصنع يعني ما هي المهارات التي عندك يعني الآن المجتمعات تعطيك 700 يورو في ألمانيا وشقة وسكان لكن لن تعطيك أكثر من هذا ما عندك كفاءة ولا مهارات إيش سيعملوا قالوا بالحرف الواحد سنستغل أما سواقين تاكسي أو نذهب نوزع طلبات من هذه الأغذية أو مع شركة أمازون فكيف تريد لهذا الدبلوماسي أن يؤدي وظيفته التي أرسل من أجلها وهو يعلم أن الدولة ستتخلى عنه بعد أربع سنوات ولن تلتفت إليه ولا يهمها أمر أصلا الله المساعد شكرا جزيلا شكر سعدة السفير مصطفى النومان على تواجدك معنا شكرا لك على اللقاء حياكم الله إذن شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاط في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحريقي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة